موسيقى بلشنا مساء الخير السفينة تغرق وطاقم القيادة هذه المرة لا يرأسه قبطان متهور واحد بل مجموعة قباطنا لكل وجهته الخاصة علما أن سفينة لا وجهة لها سوى القعر المواطن يعيش في بيت بمنازل كثيرة مصاب ليس فقط بوباء كورونا بل بوباء الانقسام الذي جعل ويجعل كل الرؤى متضاربة إلى حد الاختلاف لمفهوم الدولة أو الكيان لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء هذا الانقسام في ظل الصراع الطائفي الذي يشهده منذ تأسيسه كوطن غير مكتمل نمو والذي يتمظهر في حقب متتالية على صورة صراع دام لا يلبت أن يختتم بحفلة تنكرية لتعايش المزعوم في الوقت الذي نعاني من ازدواجية قاتلة تتيح لنا التفاعل مع شتى حضارات الأرض وفي الوقت نفسه نتقوقع في معتقلاتنا الطائفية المذهبية في محاولة جديدة ككل مرة بترحيل مآسينا وحلولنا إلى غد لا يأتي أبدا فأي غد منتظر وأي لبنان جديد منتظر وهل نحن في لحظة السقوط الكبرى ومرحلة مراسم دفن العصر الذهبي الذي عاشه لبنان على قاعدة دعوا لبنان ينهار الليلة تسعون دقيقة يسأل عضو قتلة الوفاء للمقاومة السيد إبراهيم المنسوي أهلا وسهلا فيك سيد إبراهيم على أن يكون معنا في المحور الأخير من هذه الحلقة الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ قاسم قصير فأهلا وسهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من تسعون دقيقة أجدد ترحيب بك سيد وأسأل هل لبنان الذي نعرفه انتهى؟ بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء مساء الخير إلي كل المشاهدين وشكرا على إيطاحة الفرصة لنطل على منبر الأنبياء شكرا على تلبيتك الدعوة أول شيء إذا بدنا نفوت بالحكي عن معالم الدول والأوطان كل الحياة ليست ساكنة وجامدة رغم كل ما قد يتبدى ونشعر به نحن الوجود هو خلاف السكون في إقاع دائم في صيرورات كبرى بتصير بهذه الدنيا وعلى طريقة كمان هون شوي بدنا نلجأ للفلسفة هيراقليتس بيقول لست وأنا من سبح في هذا النهر مرتين عطول المياه تتضفق والمياه يعني دائما تتجدد فهذا النهر هو نهر كل لحظة وكل ثاني هو نهر جديد بهذا المعنى صيرورة بلبنان لبنان دائما يعني كان عم بيكون بمخاضات الدول غير القارة وغير الساكنة الدول التي تتدخل فيها القوى الخارجية دائما الوزن الأكبر للفعل الداخلي هو للخارج للقناصل في فترة من الفترات وللناس اللي كانوا موجودين دائما بالخارج الخارج كان قوله دائما اليد الطولة بلبنان هاي المخاضات بلشتي حضرتك صح كتير تمام مقدمتك حكيت عن بيت بمصائب كثيرة أصدق بمنازل كثيرة بمصائب كثيرة هاي هاي المنازل واستعيرة من الكبير ولو كمال الصلي ببيت يعني هذا الكتاب من أشهر الكتب الموضوعية اللي بتحكي عن لبنان نظام سياسي ولاد للأزمات كل مرة بينعملوا سيغة ما تلبث أن تنفجر وتحدث أزمة أكبر لأنه ليس قارا وثابتا وساكنا إلى النهائي لأنه في أصابع وأياد خارجية دائما عم تشتغل لأنه ليس مرادا له أنه يكون دولة مستقلة بتقدر تاخد قرارها لحالة من أكتر البلدان اللي ممكن يسير فيه تآمر عليها هو لبنان باعتباره دولي من دول الطوق لا إذا بدك دلوعة الغرب وربيبة الغرب والمدعومة الأولى من الغرب اللي هي الكيان الصهيوني المحتلة أرض فلسطين طالما أنه نحن محكمين بهذه المعادلات فلبنان اللي منعرفه مش هلأ هلأ نحن بلحظة مصيرية عصيبة عم نحكي أنه لبنان انتهى فيه لبنان فيه نوع منه هو لبنانات عديدة إذا بدك كمان لما تفوتي فيه مشهد عام يتراءل الجميع لما ترجع تنزلي لتحت فيه لبنانات كثيرة فيه لبنانات كثيرة فيه شي بيجمعنا شعر لبنانات كثيرة لكل قائفة لبنان عم بحكي أنا بالمعنى الثقافي عم بحكي أنا بعادة بتعريف الثقافي لأي دولة فيه ثقافي بتجمع كل الشعب ومصبوط نحن كل لبنانية معروفين يعني مثلا لما بيعرفوا الثقافي بيقولوا أن هي المأكل والمشرب وطريقة العيش وطريقة التفكير وشو هو الفولوكلور وشو بيعمل وشو بينجو هادي عند كل اللبنانيين فيه عندنا شي عام أنه بيحكوا مثلا بالحمص بطحينة بالأكل وبالطبول وبيحكوا بالدبك وبيحكوا بالفولوكلور وبيحكوا بي مش عارف شو لما ترجع تفوتي على كل محل يعني صوبة بعلبك عنها عنها المكدوس وكشك إذا بدك وصفيحة لبعلبكية بجنوب في عندك المرشوشي ببنت جبال وفي عندك مش عارف شو الفراكة الفراكة وعندك الزعتر بطرابلس في عندك حلات وجبن بصيدر في عندك مش عارف شو عم بحكي ثقافات بهذا المعنى لما بدنا نحكي عن لبنان انتهى أنا برأيي لبنان لا ينتهي لبنان اللي نعرفه لبنان اللي نعرفه بالدور التاريخي أي لبنان كنا نعرف ما عليك شيء بدنا نسأل نتساءل في لبنان دايما الأياد خارجي وصنيع وقت اللي كان فيه فرصة وهذا نحكي عنها بأدبياتنا السياسية وطلع سماحة الأمين العام لحزب الله طلع حكي نحكي بصراحة كان فيه وجود سوريا لألفان وخمسة لما طلع صار فيه انتخابات بعدين صار يقول هايدي أول برلمان صار فيه تحالف رباعي أنا ذات هلأ ما عم بحكي عن هذه المحطة بالذات لأنه كلنا بيعرف أنه فيه ظروف عامة وفيه مرات محطات استثنائية بتنقرى الظروف بدقتها بمعطياتها وبيتاخد قرار كل أحد بياخد القرار ما يظنه أو ما يراه أو ما يعتبره الأصلح والأفضل إلو للوطن بياخده هكذا بتصير يعني حتى ما نكون عم نحاكم محطات بعينها بهذا المعنى أنا أقول أنه لبنان اللي كنا مع تقديم أنه هو لبنان لش نحن لما عم نقول أنه نحن بأزمة علقين بأزمة وأنه هذا ولاد أزمات فطبيعي لازم نطور ونحسن من النظام السياسي مش غلط أنه تتغير الأمور بشرط أنه يكون لبنان المقبل هو لبنان أفضل مما لبنان من لبنان بس لما تقوله تطوير النظام السياسي مع نظام سياسي جديد ساعة النائب أنتم في حزب الله اليوم مع نظام سياسي جديد مش كلا إذا بتشوف الأدبيات السياسية لكل الأحزاب بتقول أنه بدنا نطور هذا النظام السياسي أكيد نريد تطوير هذا النظام شو ألية التطوير فيه الطائب فيه يعني عادة مرات بيصير فيه تغيير جذري بتروحي بدك تغيري الدستور مرات بيصير فيه تعديل ببعض القوانين بتروحي على القضاء بتشتغلي بتعملي ورشة إصلاح حقيقية يعني لبنان من شو عم بيعاني شو هو أكثر سرطان متفشري الفساد شفنا هيد أو يمكن سوء الإدارة أو فشل الإدارة يعني هي فشل الإدارة شوفي حتى الفساد الفساد موجود بكل أنحاء العالم بس مرات فيه فساد يمكن التعايش معه فيه فساد لا يمكن التعايش معه فيه فساد 10% 15% 8% 20% بيضل تمشي بس أنه بس أنه لما يوصل لـ 80 و90 و95% لا بينتهي البرد ساعة طبيعي نحن اللي عم نقوله الكل مع تطوير النظام السياسي بده إياه يكون تطويره بأي معنى تطبيق بنود اتفاق الطائف ولا الذهاب اليوم إلى نظام سياسي جديد يعني البعض يعتبر أنه حتى نظام طائف انتهى بمطرح من المطارق فترة من الفترات نحكي عن مؤتمر تأسيسي وقامة الدنيا الكل يعبر كل القوى السياسية الموجودة بالبلد تعبر قبل ما تقاربه وتقوله بصريح العبارة عم تحكي بطريقة أو بيخرى عن مؤتمر تأسيسي عم تحكي بطريقة أو بيخرى عن تعديل جذري بهذا النظام لحتى يكون قادر يحتضن كل يحل ويخلصنا من الآلام ويحتضن آلام اللبنانيين وآمال اللبنانيين وطموحاتهم للمستقبل هيدا مشروع لكل الناس طالما أنه ما بيروح نحو إلغاء أي مكون من المكونات الوطنية طالما أنه بيراعي الحقوق الأساسية والدستورية لكل العائلات اللبنانية ما في مشكلة عائلة الروحية بسهو مشروع مؤجل لأنه اليوم عناصر غير ناضجة نعم نحن اليوم بمحل تاني سرمة أنا برأيي سرمة محل تاني هلأ بلشتي أنه في سفينة إلى وجهة وحدة وهي على القاعد بدنا ننقذ السفينة يعني اليوم فيه إمكانية لهذا الإنقاذ أنا برأيي آدرين وفيه نية عند الجميع لهذا الإنقاذ لأنه بيّن كأنه هناك من لا يريد أو يدفع باتجاه هذا القاعد مع الأسف لكي فيه محلات معينة بيصير فيه أزمات كبرى بالدول بيصير فيه حروب بتحتل بيتحكي عن بريطانيا وعن نوستون تشيرشيل سألوهم القضاء منيح قالوا قالوا خلاص مش حالة 100% لأنه بيقدر القضاء أعطينا قضاء أعطيك يعني دولي تماما بتحطيك دولي بكل معنى يفتقد رجالات الدولة بيسموهن هود رجال الدولي الحقيقيين اللي بيكونوا بيغلبوا مصالح الدولة على مصالحهم الضيقة والشخصية ومصالح طواقفهم الضيقة والشخصية وزعمتهم مش إنه بدي أنا قدر أكبر من الكعكي لطاقفتي ولا منطقتي ولا مش رشو بقلب الحال الوطني العام لا بيشتغل بما يجمع الجميع بيشتغل بما يعمل انصهار وطني حقيقي هلأ بس هيدا واقع قائم منهم بهاي اللحظة بهاي اللحظة هادي صارت أحلام محرمة حتى أحلام محرمة بمصاف الأحلام والمحرمة أيضا إنما أنا بقول نحن ما فقدنا هلأ في خفة في قلة مسئولية كلهم هودين موجودين وناس عم تحكي فيهم وصارتش يعرف بسبب ماذا في رأيك؟ بعدني عم بحكي بسبب تغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية العامة أو بسبب اعتبار أن المصلحة الوطنية العامة هي أنا بتمبع من عندي وأنا بحددها يعني تكمن في المصلحة الشخصية عام قول أه بالمصلحة الذاتية للجماعة يعني لناس معينين إذا ما صار في رؤية جامعة لكل اللبنانيين وللحل أنا برأيي منظلنا محلنا بس أنه عدمت الفرص أنا برأيي لا من عدمت سنتحدث عن هذه الفرص وأدي في إمكانية اليوم للإنقاذ يعني يعني في شوية تفاعل نازمة اقتصادية مالية نقضية يعني كل أنواع الأزمات للأسف الاجتماعية معيشية كله تجمع وجتنا الكورونا والظروف اللي عم نشوف إيه بس كمان بكل هذا المشهد اللي فيه تراكم لكل هذه الملفات إذا بدأ يكون الانهيارات نعم ما عم نشوف أنه والله فيه مسعى لحلول جوهرية يعني ما عم نكون أمام بدائل حقيقية أو بدائل جوهرية مجرد تلويح لا أكثر ولا أقل وعدم يعني وضوح في الرؤية أيضا وكأنه هناك من يراهن على أحداث ما على تغيرات ما أو حتى هناك من يراهن على دفع البلد باتجاه انهيار أكبر ما بعرف إذا عم نقرأ صح هلأ فيه أنا برأيي يعني نحن وعم نتطلع بكل هذا المشهد أنا بلشت لما حكيت عن فلسطين واحتلال وجود هذا العدو خلينا نشوف الأمريكيين ودورهم الأياد الخارجية وحكيت عن استباح شو دورهم بهذا الموضوع وقداش هنه مهتمين أنه هذا البلد يصير فيه إنقاذ حقيقي لأله هل ممكن يتعايشوا الأمريكي عم تحكي عن دولة عظمة كبيرة يعني لبنان أنجأ بيضين على الخريطة لو ما فيه مقاومة وفيه توازن ردع مع العدو الصهيوني ما كتير مهتمين من اللي عم بيصير بلبنان ومؤمنين بالإنيار والناس اللي بترجع لورا بتعرف بالزمنات قالوا له منبعث صفن وخلص منحل الأزمة بلا ما يكونوا حتى المسيحيين موجودين بالبلد يعني الأمريكي قلبوا مش حارقوا على حدا بالبلد لأنه جهة دون جهة يفكروا يروحوا يشوفوا التاريخ يروحوا يقروا التاريخ منيح ويشوفوا العبر والأمثل ومثولات حقيقية حكم بالغة صارت مع بلشوا بشاه إيران شاهن شاه ملك الملوك اللي كانوا كل حكام الخليج يركعوا على أعتابه يركعوا على أعتابه وفي صور موفقة لإله هيدا بلحظة نهار صار في ثورة ما قبلوا يستقبلوا الأمريكيين يعني اللي بفكروا أنه مثل ما فيه لبنانيين بيتوهموا بعدش في ناس هلأ بهذا التوقيت أكيد أنه بده يصيروا من ومدرش هلأ لاش هلأ أنا برأيي الأمريكي مثل ما أقول أنه مش سائل قادرين اللبنانيين ياخدوا قرار يكسروا إذا فيه خط أحمر يكسروا وروحوا يشتغلوا شو بدن يعملوا بس أنه فيه ناس بعد عنده رهانا قادرين ياخدوا هذا القرار مجرد تلويح تلويح بخيار الشرق غير تلويح وما قدرتوا إلى ترجمتوا لا مش هاجة عم بحكي أنا إذا هلأ بده يصير فيه تشكيل الحكومة الأمريكي بيمنع تشكيل الحكومة إذا ضرب رئيس الحكومة المكلف إجروا بالأرض وراح تفهم مع رئيس الجمهورية وفيه أمور كثير مذلل بيجي الأمريكيان يقولوا لا أنا بمنعك تشكيل الحكومة لا هو لا يمنع بس هو آخر شي عنده سيف عقوبات مصلط هو يعني يضع رئيس الحكومة على لائحة الوصولة بس بدي يكون واحد بموقع المسئولية سيف العقوبات المصلط عليه كشخص لا يجب أن يتقدم عن سيف العقوبات المصلط على وطن وعلى شعب بأكمله هذا هو الواقع اليوم؟ لا أقول إذا كانت هذه الحجة إذا كانت هذه الحجة عند شخص عند إنسان مسئول أنا بعرف يقدم مصلحة الوطن على مصلحته كائنا من كان أنا ما عم سمي بس يعني رئيس الحكومة المكلف أيا يكون نحط بهذا المحل نشوف شو بيعمل هذا مختبر هذا محك هذا مفصل أخذني عن موضوع الحكومة ولكن قبل ذلك اليوم يعني نحن في مصاف شو الدولة الفاشلة عمليا يمكن القول بأنه بمعنى من المعاني نحن بظل دولة لا تستطيع أن تلبي الحاجات الأساسية ولا تضع خطط طوارئ بديلي وسفي إني عم تغرأ فبالتالي نحن بهذا المحل يعني توافق على مقاله وزير الخارجية الفرنسية اللي شبه اليوم وواقع لبنان بسفينة التالي قبل تشبيه وزير الخارجية الفرنسية مع كل الاحترام نحن نمطر كل شي فرنجي برنجي لحد يحكي لنصدقه يخي ما هون أنا اليوم جاي في حدا دعانا على كونفيرانس بالزوم للوضع الاقتصادي على الهايبر انفليشن التضخم اللي علي لستيف هانكي هيدا أهم بروفيسور عالمي يعد من أهم 25 شخصية إلى تأثير بالعالم وعمل وصفات لبلغاريا وعم يحكي أنه في مجال للإنقاذ وممكن تعملوا هالشي وصار يحكيهون اللي أنا سمعته منه بصراحة سمعته من خبراء لبنانيين صارلوا 25 سينة بيحكوا فيهون بس مبدو حدا يسمعون من الشغلات اللي قالوا حكي عن الكارنسي بورد طب عفوا أنا فيه خبير لبنان الاقتصادي عم نسمعه هو الدكتور حسن خليل صار حكي بهذا الموضوع عشرات المرات وغيره كمان حكي حتى ما نقول عن أنه هذا الشيء فيه حلول وفيه ناس اقترحوا بس أنه إذا إجا من بره مصير كل شيء لا لأنه على مبدو ما فيه إرادة للحل يعني هون تختلف اختلف الميار ساعتها إحنا بلشنا فيه بالسياسة إلا ما فيه إرادة بالسياسة فما بالك بالأمور الثانية ما هو لأنه تنزح على مية بالمية أكتر منها ما هو يمكن القرار اللي اتخذ أنه ما يكون فيه إرادة بالسياسة لآخر شيء تروح إلى هذا الانهيار الشامل لأنه على ما يبدو هناك من يدفع بعيدة الاتجاه لأنه عم بقول خلوا لبنان ينهار وساعتها بعد هذا الانهيار منشوف أي لبنان راح يكون مكان هذا لبنان الذين عارفوا المفارقة هون والسؤال الأساسي المطروح اليوم يعني البعض يسأل إلى أي مدى أو كيف يمكن اليوم يعني قراءة المشهد حزب الله القوي في ظل الدولة الفاشلة يبقى قويا؟ شوفي حزب الله عنده حرص شديد على الدولة لأنه بيعرف وهذا بناء على قراءة معمكة وعلى يقين أنه بعد ما مرأنا بظروف كتير لأنه ما في حل إلا الدولة تقوم بمسؤوليات هذا الوضع اللي موجود بالبلد بهيك مجتمع فيها التنوع العالي فيها المشارب والمختلف والتوجهات والانقسامات السياسية بده دولة تحطبنه بده مؤسسات مؤسسات عابرة للطوائف والمناطق تحطبن هذا الدولة تحطبن هذا البلد وهي التعبير عنا بالدولة ونحن مقتنعين لأنه مو خرطين موجود بالحكومة موجود بالبرلمان موجود بالبلديات ماشي بهذا البلد عم تدافع عن حدود هذا الوطن عن فروات هذا الوطن عم تقول حتى بالتحديد ما تقوله الدولي والحكومة إنه هاي حدودنا فنحن بنقول حدودنا اختلفت طبيعة نحن ملزمين نحن ملزمين بالدفع عنه عم نحكي بس أولوية هذا الوجود اختلفت عندكم لأنه في زمن محدد كنتوا عم تقولوا أنه وجودنا هو لحماية إذا بدك ظهر المقاومة تحديدا كنتوا تكونوا موجودين نحن غير منغميسين في الملفات وفي السياسة الداخلية اللبنانية هي كل محطة كل محطة فيه إلى الظروفة ومعطياتها كانت نحكي نحن قبل الـ 2050 ما كنا موجودين بالحكومة كنا موجودين بالبرلمان إجت لـ 2005 صار فيه انسحاب لسوريا من لبنان للسوريين وصار نحن واخدنا قرار عبيتوا الحرار إذا بدك إذا بدك ترجع بالذاكرة لوارك كتير حلو ننعش الذاكرة كانت كوندوليزا رايس بس لمرة واحدة تخيلي عم بصير إنه شي مسؤول سوري يجي بعد الظهار بعد الـ 2005 بعد الـ 2005 يجي شي مسؤول سوري أو إيراني أو اللي بدك وعم يجمع 8 أذار أو هاي القوى المقابل لنشوف كيف بدون ما يجي متهمون طبعا أنا بالبروباجندا في شي بروباجندا وفي شي كل العالم عم تشوفه وتلمسه وتقشعه يعني كوندوليزا رايس وكان كل الخميس يطلع بوش ويحكي بخطاب الاتحاد عن ثورة الأرز وهي التغيير يبدأ من لبنان ساعة من العراق ساعة من لبنان جهارا نهارا بصريح العبارة بلسان واضح وصريح إنه نحن وبدنا نعمل وبدنا نسوي هيك كان عم بصير ولا لا طيب كان عم يحكم بكمان حرية وسيادة والاستقلال شعارات كبيرة تدغضل أحلام الكثيرين حرية وسيادة والاستقلال لدولة لدولة دعمة هي بتقول إنه أنا بدي أضمن التفوق الاستراتيجي لإسرائيل وعم يعطوها عطينا حق الفيتو بمجلس الأمن وعطينا سلاح نووي وبدنا يدمنوا لها تفوق وهي عدو للبنان ومحتل لأرض لبنان وعم تهدي الثروات لبنان وعم تنتهك سيادة لبنان بقولوا لك نحن أصدقاء نحن أصدقاء للبنان أمريكا صديقة لبنان ما نعم بلولك إنه بعد الألفين صار الانتحاب الإسرائيلي وما بقى فيه هذا الاحتلال يعني وكل هيد الأمور اللي أنت مش هاك مش هاك الأمور هنه هيك عم بقولوها لأ يعني أنا بمشي على هنه شو بيقوله أنا شو بتقول حكومتي شو بيقول دولتي شو بيقول جيشي شو بيقول وطني شو بيقول شعبي للشبعة وينة وتلالك فرشوبة وينة والغجر وينة وجزء من أرض ما البحرية اللي يعني من مياهنا الأقليمية من بحرنا اللي فيه ثروات وينون وغير هاو دي كلهم التهديد المستمر والامتهاكات اليومية وينون لا هيدا الموضوع مش هاك الأمور بتنشاف أنه طلعوا وخلص لا بعده التهديد قائم بعدين لحد ديتها لا ما في في وقف للعمليات العدوانية هاكي سموها سيستيشن صحيح لألف وسبعمائة واحد ما في ما في وقف اطلق نار والإسرائيلي دايما عم يعمل خرقات ودايما مثل خبريات وبيحكوا عن إنزلات وبيحكوا عن كذا لا هلأ حنسألك عن الإنزلات نحكي عن اللي بدك مش مشكلة كل هيدا يؤدي إلى شو أنه أنت اليوم بتستطيعون حفاظ على هذه القوة ونحن دولة قوية لا نحن استمرار نشوف لما اليوم حزب الله موجود وعنده مؤسسات خدمية اجتماعية عم تقدم خدمات لعشرات ألوف العائلات في لبنان هيدا الدولة هي لازم تقوم بخدمتهم مش حزب الله حزب الله مش مش شغلته يعني عم بيقدم عندك مقاومة وعندك شهداء وعندك عوائل شهداء وعندك جرحة وإجا لا عمل كمان هذا اللي نادى فيه الإمام الصدر إذا بدك بالظابط لما حكي عن مجتمع الحرب لأنه عارف حدنا في عدوه هو إسرائيل وهيدي غدة سراطانية مثل ما سميها وهو شر المطلق مثل ما سميها والتعامل معها وقاتلوها كل هيدا أدبيات هيدا أدبيات من زرعها ورسخها بأذهان وبمجدان كل اللبناني هو اللي أطلق أول شي إذا بدك بمعنى من المعاني أنا ما عم بيحكي بشي طائفي شيعي السياسي هو أطلق فعلي المقاومة وربه ودربه وسوى لأنه بيعرف شو الخطر اللي كان موجود طيب عن مجتمع الحرب بدك تأمن له مستشفى بدك تأمن له مستوصف بدك تأمن له خدمات وبدك تأمن له مدرسة وبدك تأمن له ما لو كانت الدولة آيمة فيهن لو كانت الدولة آيمة فيهن ما كنا عملنا فيه فراغ جينا عبيناه وبالنفس وقته لما بتحكي عن الأمان الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي من شو بيتولد ده بيتولد من أنه فيه حدا حدا عم بيسكر حاجاتهن ناس الدولة كانتهم أصلا نحن سكرناهم بهذا المعنى كنا عم نخدم الدولة والوطن ومش بجميلة عم نقول كنا عم نخدم بالدماء اللي قدمت بالتطحية بس كيف سهمتوا بعد هذا الأمر بيتفع باتجاه بناء هذه الدولة يعني اليوم الكل يرفع لكم القبعة على فعل المقاومة والتحرير اللي حصل بعد هذه المرحلة تحديدا سيد اليوم فعل المقاومة ليس المقاومة منا بس محصورة بالفعل العسكري اليوم المقاومة هي كمان مقاومة الفساد الداخلي مقاومة اليوم عدم السماح آخر شي بأن تذهب مياه أو عفوا الدماء هؤلاء الشهداء هدرا آخر شي نحن زرعنا هذه الدماء من أجل أن نعيش بوطن بكرامة مش أن نصل إلى ما وصلنا إلي اليوم السؤال المطروح هو الذي يوجه إليكم أنتوا كيف دفعتوا باتجاه بناء هذه الدولة هلأ فيه شغلي بدي أقولك أنا عندي احتجاج جوهري على طرح السؤال لماذا؟ ليس من باب التهرب من المسؤولية وأنما أنه أنتوا يعني لا نحن مكون من هالمكونات هلأ نحن كحزب الله من الدعي أنه نحن نغتل الطائف الشعي بأكملها كحزب الله لا معنا حركة أمل عنا شريك أساسي بالطائف الشعي فيه ناس مستقلين كمان آخرين موجودين كبر حجمهم ولا صغر يعني فيه 17 مثلوا بقولوا طائفة بس بكل طائفة فيه 30-40 ما بين حزبه وجمعيات ومشارب وداخل مزبوط ولا لا أنا اللي هم حاول أقوله بوضوحه بكل بساطة نحن وإخواننا بحركة أمله فيه ناس لأنه مش بس نحن المقاومة فيك تسمي قد ما بدك طائف واسع من الأحزاب الوطنية من الحزب الشيوعي للحزب القومي وحتى فلسطينيين وسوريين وشهداء قدموا وفيه عرب كمان من أكتر من مكان إجوا وقاتلوا ضد العدو الإسرائيلي وعملوا هذا المجدان أنا اللي بدي أقوله أنه نحن مطلوب من حزب الله بعد ما قدم هاي التطهيات كان كل تركيزه هذا التركيز لأنه عمل جهده وكنه وجوهره المقاومة بنفس الوقت ما نسي ناسه يعني كل ما يصير فيه عدوان يرجع هو يلملم ويعمر من دوم ما يمطر لا الدولة ولا مساعدات الدولة ولا غير هيدا كان عم يخلق شبكة أمان اجتماعي وإذا كان بده يصير فيه تمرد على الدولة كان عم بيه عم يلبي حاجات الناس حتى ما يكبوها بوجه الدولة هيدا خدمة للدولة بمحل معين لازم تقوم فيهن الدولة قام فيهن الحزب وكمان برجع بقول بأموال إلى علاقة بتبرعات ومعروف في شو هي بس البعض إذا بدك خلق عندهم اتهام أكبر أنه أنتوا عم تقوموا مكان الدولة بس لكافي فكرتي أنا ما فيني حل محل شي موجود يعني بقول شغلي لاش عم بحكي بغض النظر فيه أنت أداة وفيه حكي قدمة بدك على مجلس الجنوب على مجلس الجنوب روح يفتشي بكل قرى الجنوب عم نحكي هلأ صريحا هذا وهيدي شغلي بيقولها دولة الرئيس بري كمان أنه خي يروحوا فتشولي شون عمل مدارس وشون عمل شغلات بكل جنوب بتلاقي فيه إن ما صار ولو إنه مبلغ بسيط إذا بدك تشوفي بس على تراكم السنين أنا عم قول إنه محل الدولة لاش نعمل مجلس الجنوب لأنه الدولة مش عم تقوم بمجباتها صح ولا لا طيب لما نحنا لو كانت عم تقوم دولة شو أنا في مدرسة كانت موجودة ورح ببنات مدرسة كان في مستشفى موجودة ورحت أنا بنات مستشفى كانوا عم يهتموا بالناس ورحت أنا هتميت فيهم قلت لهم لأ ما تاخدوا من الدولة تعاو خدوا مني لأ مش هيك في فراغ رح نحنا عبيناه لاش مسموح اليوم خليني كفة لاش مسموح للأنجي أوز اللي فيه مئة علامة استفهام ولا الدول لحظة الدول الكبرى والدول المانحة اللي عم تعطي قال ما عنده ثقة بكلها الدولة لاشه في الإهاني والمذلي ما عنده ثقة بهذا الدولة وبالحكومة وبمدرمين بتروح حي بضغط عطي شو اسمه هيدا هيدا شو اسمه هيدا اسمه انتهاك للسيادة وهيدا اسمه إذلال يعني لاشي وعدم اعتراف بالدولة بس ما شفنا حدد حركة كرامته الوطنية يعني ما كان فيه والله غيري على هذه الكرامة الوطنية وطلعنا بموقف رسمي رفض هذا الموضوع بل لا أصبحنا أكثر تسولا يعني نحن يعني كمان بمحل تاني كمان بمحل تاني خلي الأمريكان يوقفوا ضغوطاتهم والبلطجة تبعهم من سفيرتهم لكل الضغوطات اللي عم تصير على الدولة اللبنانية على أول شي كانت على الرئيس بري ولا الملف صار بعهدة رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية وقيادة الجيس فيما تعلم ترسيم الحدود اليوم ايه موضوع ترسيم ضاربين إجرن ليش يخلونا نستثمر أنا برأيي يمكن المشهد يتغير كمان بدل ما يعطوك بالأطارة ويمنحوا ويقولو لك الدولة بيمنعوها تستثمر مالها وتستثمر أرضها وتستثمر مياها وتقوم بكل اللي بدت إياها تقوم بالمشاريع هنا تكمل إذا بدك يعني القطبة المخفية فينا نقول من هم منبلش في مئة قطبة مخفية بدك مبلش نعدهم منحطهم واحد اثنين تلاتي ما هو المضحوب بموضوع الأمريكاني خليسمحولنا لأنه كله عامل اعتبارات خلينا ناخد نفط من إيران خلينا خلينا ناخد سلاح للجيش اللبناني من إيران ما فيه أموال عم تندفع نحنا شو كنا عم نقول بموضوع صندوق النقد الدولي حاضرين ناخد مصاري حتى ما تقولوا نحنا مسكرين ومانعين حاضرين ناخد بس من دون شروط سياسية من دون ابتزاز سياسي بأثمان معقولي مقبولي ليش؟ طب ما هلا حيقولولك خليني كفيني حتى لو رحة أخدت من إيران حتعطيك إيران كمانا بدون شروط سياسية بدون أن تكرس هذا التوسع بنفوضة سيد خليني إليك شغل نحنا لما اليوم سمحت السيد الأمين العام لحزم الله سيد حسن نصر الله الله يحفظه في مصدقية عند الإسرائيلي هن قالوا منسده أكتر منسد قابتنا وهذا صار عملي موجود وينما كان لما قال من دون أي شروط طب خليني أعرف مقالة وموجودة إيران شو إلي مصلحة بغزة وشو إلي مصلحة بلبنان وشو إلي مصلحة من ريوان وشو إلي مصلحة قابل بالبوسنا والهرسك لما تدخلوا كان في إبادة للمسلمين وهنا عم نحكي منطق هنا مش مسلمين شيعة إذا المنطق هكي يعني بمنطق ومفهوم الدول تبه لا بمنطق ومفهوم الدول إيران كدولة إذا بدك مصالحها كدولة شيء للموضوع الإديولوجي والديني على جنب هلأ ترجع إيران تقوله نخي ما عد إلنا علاقة لا بحركات المقاومة نصينا فلسطين نصير بمطرح ترجع دولة هي كلهم بيجو على عتابة دولة مركزية لا هي دولة مركزية نعم تصير عند الأمريكي خلينا نقول هي دولة مركزية هي هلأ دولة مركزية صحيح صحيح وخليني أقلك شغلي بعمل مقارنة وأنا مع الأسف عم بعمل هذه المقارنة مع الأسف يعني نحن مثلا كنا بنتمنى مصر بضل مصر اللي منعرفها هي جمع العبد الناصر بغض النظر عن شيء كدولة مواجهة مواجهة للعدو الصهيون مش هيك هاي دي دول الطوق راحوا عملت كام ديفيد مصر المقارنة بسيطة مصر وين نفوذة وتأثير اليوم يعني غزة اللي هي تابعة قطاع إداريا لمصر ما إلى موني فيها لأنه جروها نحو شيء سياسي وتحيي لمصر وشعب مصر وأهل مصر ومنتمنى مصر ترجع للمواقف العربية تكون هي اللي قادوا بقيودوا العالم العربي بس لا هاي عملوا كام ديفيد شو عملوا لأردن عملت كمان وهذه عربة شو عملت بالتسعينات وهو دي كي بالثمانينات شو عملوا يعني هلأ إذا بتعملي مقارنة بالأقليم بدور ونفوذ وقوة إيران وأي أوا دولة ثانية مين بيطلع تبس على رغم من هذا الدور من هذا المسيط وفي عقوبات وفي حرب مدبرة صارت عليها اليوم أنت أمام مشهد آخر مشهد تطبيعي في اعتراف اليوم بالكيان الغاصب في قضية بعد شوي يعني طمرت سيد من مين ما عم نقول هون مش عم نقول نحن تطبيع من دول خليجية اليوم واعتراف عربي بإسرائيل لألك شغل رغم كل هذه القوة اللي حدثت كم تتحدث عنها كل ما يجري الآن بس هل بكل بساطة هاي رأيي كل ما يجري الآن هو انتقاله من السر إلى العالم بس لا أكثر ولا أقال أبدا طيب أبدا بمعنى أنه يعني ما بدي أقول لو تينا فيه شغلات غيرت حتى ما نكون عم نبالغ وعم نحكي كلام بس هاي الدول من زمان عم تنسق ومن زمان عنده علاقات تحت الطالب بسبب ماذا؟ طلعتها لفوق الطالب بس اليوم اليوم إذا بدك تقراها تقراها بسبب الخوف اللي أثير من قوة إيران وتمددها مثل ما هنه بيقوله أول شي بدي نعمل تمييز جوهري وهو بين شو ما بين الحكام وبين الشعوب معنى شي مزبوط ولا نقل هلأ الشعب الأردني طبع؟ لا الشعب المصري طبع لم يقبل بس اليوم نحن أمامنا لا عمون شو بدي محلاتين بدي أقول شغلي أنه هاو الناس أول شي خلينا يعني حدا يعطيني مثال وين إيران اعتدت على أي حدا أو أوسط رصاصة أو شنط أي حرب وين بالعكس هنه كانوا عم بيمولوا الدول الخليجية حرب صدام حرب المفروضة على إيران ما نسود هنه غزوها وهنه دفعوا عشرات مليارات الدولارات لمولوا هاي الحرب هي معتدة عليها مش هي معتدة هي اللي عم تنادي بحسن الجوار وهي اللي ميت مرة يعني لدرجة في حتى أصدقائهم يطولوا بالكم يا إيرانية مش قبلانين ما بدون إياكم ما بدون منكم لاش متهمين اليوم هي تدعم الحوثيين في اليمن بأنها تدعم اللي بدك الدرابات ضد المملكة يعني في اتهامات واضحة وصريحة خلينا خلينا ما نشتت أنت كمان ما بدنا نحن نكوف من البروباجاندا نحن ما نشتت لا 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 ما بدنا نشتت التركيز تدعم الحوثيين شو قصة الحوثيين باليمن شو فيه باليمن ميش هنحرب على اليمن إبادة في شعب مظلوم أكبر مظلومية موجودة وإبادة للناس عم تقوم فيها مملكة الخير مثل دبحونا بمملكة الخير اللي هلأ ركدل عند الشر المطلق اللي هي إسرائيل وعم تطبيع معه وبدأ عم تفرض على دول تاني التطبيع هذه مملكة الخير كل هذا الواقع الإقليمي يؤدي إلى أي لبنان يعني اليوم نحن بيظل كل هذه العاصفة رغم كل اللي عم بصير ورغم كل ما نتكلم عنه فيه إمكانية للبنان واللبنانين والقوى السياسية في لبنان إذا أخذت قراره وحزمت رأيها إنها تقدر تعمل حكومة وتعمل دولة وترجع نرجع نجدد الدماء ونشتغل بطريقة إنه ننقذ هذا البدء هلأ نحن بمرحلة الأولوية للإنقاف قادرين ننقذ وقادرين نفتش قادرين نفتش بقرارات سيادي ناخدها نحن بعزم مثل ما هلأ وقفين بوجه أمريكا بوجه بموضوع الترسين مش وقفين بوجه جنبال رئيس بردلوا عشرة سنين ونحن هاكم ثبتين هلأ رئيس الجمهورية استلم الملف وعم نحكي بصراحة وقيادة الجيش وقفين بوجه نحن بدنا هاكم ثبتين طيب إذا بالأمور التانية سحبنا هيدا على المحلات التانية بعتقد منعمل شيء كتير وسنسأل بعد الفاصل عن مقاومات هذا الصمود قداش يعني كمان هذه المقاومات اليوم متوافرة في هذه المواجهة القائمة حضرتك اليوم وصفت المشهد بأنه نحن نعيش إذا بدك في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي عامة عليك هذا الحصار وستراتيجية يمكن الضغوط القصوى وصولا إلى الانهيار ما بعرف لأنه كمان بعدت رسالة واضحة إلى من يعول على أنه أمريكا قد تقف إلى جانبه في شواهد كثيرة تاريخيا للقول بأنه الولايات المتحدة فيها يعني كمان تقفز فوق الخلفاء ننسأ أيام مخايل الظاهر لا ننسأ أيام ريتشارد مورفي إما مخايل الظاهر وإما الفوضى وذي كل يوم عدولنا إياها كمان سنسأل كل هذه الأسئلة مباشرة بعد هذا الفاصل ابقوا معنا نتبع 90 دقيقة لها هذه الليلة ونجدد ترحيب بضيف عضو قتلة الوفاء للمقاومة سعدت النائب سيد إبراهيم الموسوي سيد إبراهيم ما هي الخطوط الحمراء اليوم عند حزب الله كيف سيتعاطى مع كل هذه الانهيارات إذا بدك المتراكمة بدءا من مسألة رفع الدعم واليوم في تحسين إذا بدك مصطلح ترشيد الدعم علما أنه بعد لهلأ يعني نحن لسنا أمام علاجات بديلة بالمعنى الفعلي وصولا طبعا لنسأل عن موضوع الحكومة العقد اليوم التي تقف في وجه هذا التشكيل وما يعني اليوم المعلومات اللي عم تتحدث عن الموضوع الأمني وأنه أنتوا بحالة تأهو قصوى بموضوع الخطوط الحمر سؤال كتير عام وفتفاض يعني إذا بدنا نبلش نعدهم لازم نقول بهذا وبهذا الأولوي خلينا نقول الموضوع الاقتصادي نحنا بالتأكيد نحنا مع حقوق وأموال المدعين خط أحمر عنا أنه يدى يروح وأنه يطيروا جنة العمر بالنسبة للبنانيين موجودين راحوا سافروا في ناس انتربوا بأفريقيا وبكل أنحاء العالم حتى ما نقول بس أفريقيا صحيح ولكن لأنه ممكن الغالب الأعمر في حدا أخذ تقاعده ميل تقاعده في ناس بيعوا أراضي وحطوها في زمور كتير جنة العمر نحنا هذا من الخطوط الحمر نحنا من الخطوط الحمر الرفع الدعم كمان بس لما بتقول من الخطوط الحمر يعني بتقول للناس اللي حاطة مصرياتها اليوم واللي ما عارفة إذا هذه المصارح ستعود نعم أم لا أنه لا لن نسمح إلا بعودة هذه الأموال نحن نعمل من أجل إعادة هذه ومن أجل ضمانها نعمل من أجل ذلك لأنه اليوم خلينا نكون صادقين بعدما نحكي عن مؤسسات الناس تقارب حزب الله حقيقة نحنا نقول لهم مرة أنه أنت رحتوا لهون وعملتوا هون وسويتوا هون بيخلطوا خلي الله على كل شيء قدير نحن حزب الله ناس بالنهم جموع نحن قدير وقادر بحدود بقدرة الله يعني مثل ما بيقوله نحن نتوكل على الله بيقوله ما اعتمد على الله وعليك على الله أول شيء حتى نحن مرات أمور كبيرة مدعي لأ الله ما نسأل الله ما اعتمد على الله الإنسان لا بدنا نمزج لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنت تستمد من الله القوة والقدرة وغيره بموضوع الخطوط الحمر عم قول نحن نسعى ونحن نضغط ونحن نحاول قدر الإمكان مع آخرين مش نحن لوحدنا موجودين أنه هاي دي الرئيس بري قال قدس الأقباسة فنحن في قوة موجودة بهذا البلد أساسية ما يخلطوا ويحطوا كل شيء على حزب الله أنا برأيي الآخرين قال طب قمت أنت بالمقاومة وضحيت وحميت وحررت ومنعت عملت أول نصر ضد الإسرائيليين وعملت نصر ضد التكفريين وحميت من من الشرق والشمال وحميت من الجنوب والآخرين كانوا منغمسين بلعبة المصالح وتقاسم الحصص والجبن بقلب الداخل اللبناني طب هاودي كان مطلوب أن يكون في عندهم نوع من إذا بدك أنه الحفاظ على حد الأدنى حتى لما كانوا لما كانوا يحكوا لما كانوا يحكوا عن السوريين لما كانوا يحكوا عن السوريين أنه بكل العالم فيه فساد فيه فساد تستمر معه الدولة وفيه فساد تنهار معه الدولة يعني فيه ناس بعرفهم فيه ناس بعرفهم أنا كان يقولوا يخيي أيام السوريين آه كان يصير شغلان ما عم نقولنا ما هي الإدارة السورية في لبنان مش هي الإدارة اللي كانت راضية عنا حتى القيادة السورية لو سكتوشفت الأمور وشفنا كيف نقلب وعنا عبد الحليم خدام وكل الجماعة طيب من هون عم نحكي كانوا حتى في حكمة بيغضب نظر عن كل شي أنه خي فيه ناس عم تستفيد بس أنه فيه بلد ماشي وفيه ناس عايشي وماشي الحال لما إجوا هول مجموعة بلشنا نشوف نهب يعني شي ما بيتصدق فساد ما بيتصدق تبكتوا عم تتفرجه لا نحنا فيه أمور كتير مش أنه كنا عم نتفرج نحنا عم نحكي بداخل اللعبة بداخل الدولة اللبنانية نحنا كيف فتنا حديثا على الهجومات بس أنه فيه شي بقلب الدولة بالهيكلية بالبنى بيعمل مصائب مثل قصة مجلس النماء والأعمار وقد ما بدك أحكي بمجالس هؤلاء اللي خارج أي رقابة بيصرفه بعدين بصير في عليهم طيب معاشنا يوم كلهم بس لما بتقول حديثا يعني للألفان وخمسة وصولا اليوم نحنا اللي عم نقوله في دولة في أجهزة رقابة لو القضاء كان عم بيقوم بدوره أنت بتعرف اليوم لو القضاء كان عم بيقوم بدوره كان له ما بيصير بس لما مثل ما بيحكوا وهذا نحكى أنه فيه طواقف هي اللي بتعين الضباط الأمنيين وهي بتعين القضاء ما القلي القليل التعينات اليوم شو فبالتالي هذا القاضي كيف بده على ولي نعمته يقوم ما هو يحطه بهذا المحل وهذا لقام ما عمقول أنا أنه ما فيه قضاء نزهين وشريفين ومستقيمين وعم يشتغلوا على حد السيف بلا فيه موجودين فيه موجودين وعم يشتغلوا بس القضاء قضاء صار مسيس يعني الأغلب الأعم صار طبع أكيد الأغلب بالقضاء هلأ تبع للسياسيين وتبع للقيادات وعنده ولاءاته بمحل معين طب مش كان الأجزة بكم يعني بدل ذهاب إلى أعلان إذا بدل محالة بالفساد لحظة ذهاب بالدفع بتجاه استقلالية القضاء لا ما هذا جزء ما نحن لحظة هلأ أكتر شيء عم نشغل عليه أخونا نائب الشيخ حسن عز الدين الشيخ حسن عز الدين عم بحكي أنا بالإدارة والعدل أنا مقرر الإدارة والعدل بس فيه كتير مشاريع مشاريع أولين بتجي من الحكومة فيه اقتراحات أولين موجودة ومنها صاروا بآخر جلسات يعني ساعات طويلة عم يشتغلوا على موضوع استقلالية القضاء محاربة الفساد كمان عم يشتغل فيه قانون الإثراء غير المشروع فيه هنات وفيه شيء بدوت صحيح فيه قصة قانون الشراء أخونا كمان الحاج أمين شري عم يشتغل فيه عم نحكي يعني فيه لجان عم تشتغل بهذا الموضوع نحن ما فيه حدا جهة لبنانية ولا يعني شو ما اللي عم بحكي لأنه والجهة رسالة لأقول أو جهة لبنانية تجي تحط حزب الله تحت المجرس وانتوا شو عملتوا وشو سويتوا وشو عملتوا بهيطاعة وروقوا وروقوا علينا فيه جهات تانية صار لعشرات السنين بهاي اللعبة بهذا الشغل فيه شغلات ما كنا نعرفها هلأ هلأ بيحبوا يقولوا أنه لأ ما فيه شيء بيصير ولبنانية إلا بتعرفوا أنت برايك فيه تطخيم بالتعويل عليكم يعني بمعنى أنه لا لا بمعنى بس مشانوضح السؤال نحن أهل للتقاء ونحن أهل للتعويل علينا لوضح السؤال نعم ولكن ليس للتهويل مش لأ لأنه البعض يمكن بيشوف أنه في ظل يمكن تراكم الانتصارات وهذه القوة والبعض يعتبر بأنه اليوم ما في شيء بيصير بالدولة اللبنانية هو مقتنع بذلك وإنتوا يعني وإنتوا دايما بكل المفاصل حاضرون وتستطيعون تسيير الأمور بالاتجاه اللي بتشوفوه أنتم مناسب هون فيه إذا بدك جهات ضخمة هذا الدور أو هي تطلب منكم ما ليس بإمكانكم أن تفعله صحيح مية بالمية أنا مية اللي حكيتي أنت هو الجواب اللي بدي يقوله أول شيء بيصير فيه نوع من الإسقاطات نقل القدرة والإمكانية من الجانب العسكري والإمتصارات اللي صارت للجانب السياسي والدولة إذا صح التعبير هو خطأ قاتل هون في ظلم دغري مباشرة فتنا على ظلم حزب الله والمقاومة ليش بالمقاومة قرارة مستقلة من التخطيط للتنفيذ لكل العملية أنا مسيطر عليها بالكامل يعني أنا مسيطر على العملية من الألف لليه بموضوع المقاومة بموضوع محاربة إسرائيل وموضوع سرية وعشان هاك كان الأمريكاني عم يضغط أنه يلا خلي يصير في دمج لا خلي قرارة مدروان يعني عم تقضي على المقاومة وعم تقلها انهزمة وعم تقلها وعم تقلها وعم تقلها هي المقاومة هاك وقداش حاول الإسرائيل يخترق ونحنا طلعنا أعلننا بصريح العبارة كيف كانت محاولات الاختراقات الإسرائيلية ليش لأنه إسرائيل بتعرف من هو عدوها الحقيقة ومن هو جدي في محاربتها والشغل عليها عشان هاك بدأت تشتغل ليلة نهار لا تخترق ولا تعمل قصص بالموضوع السياسي بموضوع الدولي بموضوع القضاء بيجوا أنه ما أنت انتصرتوا حبيبي أنا جديد بهذا العالم وقراره مش عندي أنا واحد من أفريقاء كثيرين يعني لو بييدنا بصراحة نحن قلنا مصطحة للحكومة تتشكل مبارح والشهر الماضي وكذا لو بييدنا يعني هلأ نحن بييدنا نجي نقول له تعي يا شيخ سعد هلأ بدك تعمل هيك وتعمل حكومة بردة علينا مثلا أنتم المصطحاتكم تشكيل الحكومة في هذا التوقيت لأن بعض كمان بيقول أنه يمكن أنتم مثلكم مثل غير من الأفريقاء اليوم يراهنون على تسلم بايدن بي 20 كنون الثاني وبالتالي هذه مرحلة انتقالية ما عنا هالقراءة نحن ناس منقرأ منيح ومنفهم منيح ومنقيم منيح يعني الفرق أنه وحد بدي يقتلك يقطع لك راسك وحده بدي يحرقك يعني مثل عم تفرق بين الداعش نتيجة واحدة بين داعش والنصر يعني أنه شو الفرق لاش أيام أوباما كل أوباما والديمقراطيين ومدرشوا روح يشوفي بالأحصاءات وبالكذا أكتر عمليات قتل صارت وداعش وهنا بزمنه هنا اللي عمله داعش أنه في حدا بس أنه لابس لجرافات بأسلوب مختلف وبيقتل عن بعيد هاي هي بيبعض طيران بيقوص لا يعني ما في رهان إذا بدك على تغير أو حتى على الذهاب إلى اتفاق اليوم مع الإيراني ينسح بغض النظر بتأثيراته على الواقع الداخل للبنان ممكن يصير فيه ممكن يرجع هلأ الأمور أصعب بتصير صحيح 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 بايدن ممكن يرجع الاتفاق وعد أنه يرجع للاتفاق عم بيحاول المتضررين والولايات المتحدة إسرائيل بحد ذاتها عم تقولهم من الخطأ الجسيم ترجعوا للاتفاق النووي ألمانيا عم تخود كمان بأوروبا بسبب ضغط إسرائيلي وتحالف أنه لا يحسنوا الشروط يحسنوا شروط أوروبا والغرب بقابل إيران وتعوى مش بدنا نحن نطلع من الاتفاق ونرجع له بس بشروط تاني بدنا نعيد التفاوض على أمور للمس بالعودة بالتالي نحن شؤلنا علاقة بهذه المعادلة اللبنانيين نحن وكل المقاومة نحن والمستقبل والتيار الوطني الحر وكل الفريق اللبنان أنه لازم ننطر شو بيصير لحتى نعمل هذا أثر ومش ناك من لا ينتظر اليوم برأيك نحن عمقول أنا رأيي أنه ما لازم ننتظر هذا اللي عمقول أنه في ناس في ناس بتنتظر الوحي البراني ممكن عمليا أنه ما يجرهوش مرحلة انتظار أو رهانة على تحولات ما أنا برأيي قادرين ممكن كتير ممكن كتير ناس ما عندها ثقة بقدراتها وبإمكاناتها وما عندها ثقة وأنه هي بتقدر تاخد قرار لوحدة وبتنتظر الوحي الخارجي ممكن يكون هذا الشيء عم بصير لأنه البعض يشعر وكأن حزب الله اليوم بهذا التوقيت تحديدا يبدو منكفئا هادئا منتظرا أو هو شو منشغلا بأمور نحن أكثر خطورة بصدق يعني من أحدى عم أحكي إن شاء الله نكون منه نحن دايما المؤمن نفسه عنده ظنون بس إنه وقورن عند الزلازل والهزاهز حرب تموز 33 يوم تعرف الناس كانت تنطر كان يتلصن راحة الأمن العام كل شوية بس يقروجه ويطلعوا تعرف والعالم كان فيه الله رابط على قلبه بنوعه من السكينة كأنه عم تحضر فيلم بدو يخلص بالنصر يعني بدون أدنى شك لأنه كانت عارفة أنا تستند على قوة يوم تقف في وجه هذا بالتاني طبعا طبعا ثقة كبيرة عمقول أنا بهذا الموضوع تحديدا لأ تحميل حزب الله المسئولية بهذه الطريقة إنه أنتوا بتقدروا بتعملوا بتسووا مش هيك راحنا لو بيقيدنا عم نقلن ولازم يصير ولازم تتشكل الحكومة بس هاي دي في لازم قناعات تتولد وفي كمان ناس عندها مصالح بتشوف إنه قداش ممكن هون تصيبه قداش ممكن لا لأن البعض يعني إذا بدك بيعمل نوع من ربط بين مشهد الفراغ اللي صار الرئاسي واللي أنتوا يعني متهمون أنه أنتوا خليتوا البلد يفوت بفراغ رئاسي لمدة سنتين ونص من أجل إيصال فخامة الرئيس ميشيل عون إلى قصر بعبده بالتالي من هذا الرابط هني عم بروحوا أنه اليوم إذا بدكم تقدروا يا سلبا يا إجابا يعني بما يتعلق بموضوع ضغط اليوم ضغط على حليفكم بالأساس لتقديم نوع من تنازلات حليفكم طيار الوطني الحر لأنه اليوم عم يتهموا رئيس سعد الحريري بأنه هو من يعرقل إذا بدك ويضع هذه العرقية هذا يعني أنا عم بحكي هلأ كواحد عم بحلل لا المسألة مش هيك يعني كمان لا المسألة مش أنه أول شيء إحنا خليني أقولك دي علاقاتنا مع الأطراف خليني أقولك اليوم طيار الوطني الحر إذا بدك هو قوة سياسية وازنة في رئيس جمهورية هو بلش بهذا الطيار في مجموعة وزراء في أكبر كتلة نيابية وموجودين وقاله طيار شعبي صحيح مرات بيجي رئيس جمهورية لا عنده حزب ولا عنده ما كرسنا معدلة رئيس القوي عم نقول ماشي عم قول لا عم بحكي أنا أو عم بوصف بعيدا صحيح هذه الموجودة نحنا مش معه ونحنا في عنا كمان في دالي وفي علاقة أو نحنا ثنائي شيعي نحنا وحركة أمل والأفريقاء الوطنيين أنا بقلك نحنا حتى مع القوة اللي ما عنده هيدا الامتداد وهي القوة ما منتعطى هك كيف تتعطى؟ ما منضغط نحنا أكتر شيء منقول مننصح نحنا مننصح لقلك شو نحنا مش بيلكل بهذا الموضوع نحنا ما منتعطى بمناخ أبوي نحنا مننصح نحنا منقول هك مفيد إذا حدا إجل عنا وطلب منحكي إذا حدا ما طلب منا ما مننصب لحالنا هاي الأدواء حتى لو كان البلد رايح على مطعر أو سفينة عم تغرق بالجميع سيد لا أقلك بهذا المعنى شو بهذا المعنى نحنا لو عملك مننصح حدا بيجي بيحكي معنا تعول نشوف كذا منكون أول الناس وعم نحاول نقرب وجهات النظر ومننصح أنه تصلوا بهذا وعملوا مفيدين عمل هيك أما نحنا نفرض ونطلب ولا بحياتنا مش هي أدبيتنا ولا هي طريقة حزب الله بالشغل نحنا على حالنا ايه ناخد قرارات صعبة وقاسية تب الموني ما بنا نقول تطمونه على الحليف لأنه كمان الموني فيه آخر شي لا ما هي فيه قراءات بالسياسي فيه قراءات لما واحد أريان أنه مصلحته أو أنه فيه شي جوهري عم ينمس فيه تيجي أنت ما بتعود موني هايو عم بتقوله أنت تخلى عما يفترضه حقا له هذا ما بيسير حتى ولو كان يتعرض مع مصلحة الوطنية اليوم مصلحة العليا اليوم في بلد عم ينهار في شعب عم بيجوه ما هو يمكن يشوف أنه الإنقاذ يكون بهالطريقة ما يمكن يشوف هو الإنقاذ أنه أنا إذا حافظت على حقي بطريقة معينة أنا بكون عم بسهم بالإنقاذ والتاني شايف أنه إذا ما عطل الآخر هذا اللي بده يكون هو عم بسهم العقدة تب أين تكمن العقدة اليوم بحسب المعطيات التي تمتلكها اليوم العقدة تكمن عم وهل صحيح بأنه رئيس سعد الحريري يتعرض لضغوط أمريكية كبرى اليوم أمام إذا بدك يعني نارين خلينا نقول داخلية هو لا يستطيع أن يشكل حكومة إلا بوجود حزب الله وخارجيا ممنوع أن يشكل حكومة بوجود حزب الله مين قال أنه ممنوع يشكل حكومة فيه اليوم ضغط أمريكي يمنع وجود أو مشاركة فيه حكي أعلام فيه حكي أعلام معنات ما بدون يشكل حكومة حكي أعلامي لا أكثر والأقل معطيات اللي عندكن شو بتقول عمقول أنا فيه حكي أعلامي أنا ما عنده معطيات بتقول أنه الأمريكان فارضين أو منعين أو كده على الأقل فيه حكي أعلامي الأمريكان إذا بيفيقوا إذا بيناموا يعني بوبايو كان واضح لا لا أمريكان إذا بيناموا وبيفيقوا ما بيلاقيوا حزب الله هيدا منية أمالهم منية شو اسمه لأنه هذا حدا من أحلام حدا بيطلع فيلتمن بيقول صرفنا 500 مليون دولار عم نصرف مليارات الدولارات عم بفوتوا أشايا بلاية بيقولوا لا يخلصوا من هذا الحزب ولا يحدوا من قدرة هذا الحزب ومن نفوذ هذا الحزب ولا يشوهوا صورة ولا يشوهوا صورة هذا الحزب ولا يتهموا بإستطويلة عريضة طبيعي طبيعي يعملوا هكي فطبيعي أنه يكون نبدون بس أنه مش كل شيء بدويا الأمريكاني أو كل شيء ما بدويا الأمريكاني نحن مش عزواء الأمريكاني أنت كحزب الله ولكن اليوم مدى عن الأفريقاء الآخرين نحن أنا كحزب الله أنا مكون أساسي موجود طبعا ولكن مدى عن المكونات الأخرى اليوم اللي هي والدليل نحن ضد إلغاء أو أقصاء أي مكون مش عم تحكو مش من باب الإلغاء والأقصاء عم بحكي باللعبة الديمقراطية بالانتخابات بين وجود بالحكومة مش كل حدا جهة سياسية مش الديمقراطية بتقول بصير في انتخابات فرلمانية كل حدا بيتمثل بكذا بتجي أغلبية طيب نحن وعننا الأغلبية ما أقصينا حدا ما أقصينا حدا وبدنا لكل يكون موجود واشتغلنا على هذا الأساس بيطلع نحن عم نطبق ما يسمونه ديمقراطية أكتر منهم يعني بكتير وصابقين بالتطبيق طب اليوم يعني لا يستطيع حزب الله أن يلعب دور إذا بدك تقريب وجهات النظر بين رئيس سعد الحريري وبين التيال وطن الحر لتخفيف إذا بدك هذه العقاد كل دور كل دور إيجابي ممكن يخدم بتقريب وجهات النظر نحن حاضرين نقوم فيه وعم نقوم فيه في حدا عم يطلب مننا وعم نقوم فيه مين عم يطلب منكم؟ لا عمقول في حدا بيطلب مننا ومنقوم فيه مين ما طلب نحن حاضرين نقوم نحن حاضرين نقوم نقرب وجهات النظر وحاضرين نخفف التشنج وحاضرين نقدم سياغ ونساعي لعبتوا هذا الدور في الأيام القليلة الماضية على خلفية اليوم تدحرج ملفات الفساد بقدر إليك إنه قمنا من دون ما أكشف عن شو كده الناس اللي طلبوا والناس بيعرفوا حزب الله كيف بيتعاطى بيفهموا شو بدي شو بيحكوا بالعالم بس تحت الطاولة أنتو ثقة وأنتو عم تسهلوا وأسهل شي العلاقة معكم وأنتو بتقوموا ما بدكم وما بتشارطوا وما كده بس ضمن حفظ الصيغة الوطنية يعني حديتو إذا بدك من لأن البعض يعتبر دخلنا في مرحلة اشتباك سياسي كبير وخطير باعتقد أنه قطعناه حديتو من خطورة طيب طالما أنه بلجتو بهذا المسار وصولا إلى تشكيل الحكومة حتى لا ننسب لأنفسنا نتبهي حتى ما أنا أكون اليوم أنا أمين لا الأطراق يعني في حدا تنع في حدا حكا صار في حكا هلا أي بصير فيه هواجس بصير فيه مخاوف بصير فيه مدري شو عم بصير بيرجع حدا بيحكي مع حدا يا خي لا أمور مش هاك الأمور بطريقة تانية طيب أقنعتم الجميع هم اقتنعوا بناء على شغل منهم من بعضهم الأفريقاء اللي صار فيه اشتباك بيناتهم صار فيه حكي بيناتهم وتوضح بس لعبته دور الوسيط خلينا نقول كبداية يعني عمقول بيسعدنا نقول ونشوف شو عم بصير إنه صار فيه مبادرة من أكتر حدا لا عمقول مرات بيصير فيه تطخيم اليوم الإعلام عم يلعب عم بيقوم بأدوار خطيرة هلا مش كلمة بتكون تحطوا الموضوع عند الأل الإعلام يخر شي هو مرآة تعكس تعكس المواقف ما كان بدأ يعني إعلام ليدخم الأمور كانت واضحة أنا ما أنا أصلا جاي من خلفية إعلامية بس لاش لأنه لاش صارت كيف بتصير مرات بسوريا بتعرفي هذي ربا كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة بيقول كلمة بركب حدا عليها سيناريو وهون شاطرين اللبنانية بتركيب السيناريو برايك فيه صدفة بالسياسة فيه صدفة بالتوقيت لا شوفي الصدفة موجودة بالدنيا 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 موجودة السياسة مش هو السياسة وين خارج الدنيا بسي أكيد مش صدفة لا قصدي نحنا ما بدنا نكون سوذلش لدرجة كل شي ننسبه للصدفة ولا بدنا كمان نكون حدين لدرجة أنه والله مرات بتصير الصدفة بس في توقيت كمان يطرع علامات استفهام ما في كل ما تحطه بسياه مية بالمية ما عم قول لا ما عم قول لا تأى وصولا إلى شو سننجح في تشكيل هذه الحكومة برأيك يعني رئيس الفرنسي جاي أنا برأيي يمكن تروح لبعض عشرين كنون تاني تاريخ استلام عشرين كنون تاني بفل ليه ممكن عم بيحتمل أنا لأنه مش واضح أنه في شي نبين له يعني برأيك وكأنه في ناس على الأقل على الأقل خلينا بالسياسة بالأفريقاء الداخليين كأنه في جهة تعتبر أنه خلينا نقطع هالمرحلة ونشوف بعدين أنه ما في حدا بيحسب حساب للأمر كان في ناس حاسب أنه نحسابه خايفين منهم بهيد الفترة ما هو الممتدر طالما أنه في تقاطع ضبني خلينا نقول بين الأطراف حتى ولو لم يكن معلنا أنه رايح الحكومي لما بعد هذا التاريخ جاي رئيس الفرنسي ماذا سيحمل معه هذه المرة الله أنا يعني عندي خوف أنه رئيس الفرنسي ما يشوف حدا ويروح يقضي على عيد الميلاد هو ما هيشوف حدا بس عمين قال أنه بس يعني ما أبين في شي انتزاما بالكورتوازي حيطلع يشوف رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل خليني يقول أنه يعني كيرتيزي فيزيت كما سميتيها زيارة مجاملة أو احترام هلأ لحديث هلأ بالمعطيات الموجودة ما أبين أنه سيتصاعد أي دخان أبيض من مدخنة زيارة يعني لا دخان أبيض من مدخنة زيارة رئيس الفرنسي السؤال الذي يلي هو ماذا بعد هذه الزيارة سيتغير الموقف الفرنسي لناحية العقوبات اللوح بها رئيس الفرنسي في بداية إذا بدك زيارة الأولى بعد الانفجار أنا برأيي أنا برأيي يعني بدنا ننتظر ونشوف شو هيصير أنا برأيي المسعى الفرنسي وصل لمحل لم يعد بنفس الدافعية والزخم وليس مقدراً له بحسب المعطيات مقدراً؟ ليس مقدراً له لا مش مقدراً له لأنه بفعل فاعل ويعطي لا بفعل الإجهاد اللي صار من الداخل برأيك بس إجهاد داخلي كان والله كمان كان داخل على الخط أكثر من عنصر أكيد لا ما هو ما فيه يعني بالنهاية في بلد مثل لبنان ما تتنسبه ما فيك تنسبه شي لا بس له شي داخلي ما شي داخلي عم يتنغم مع شي خارجي كمان يتقاطع بمطرح أكثر أو يتنغم طيب هل صحيح بأنه في معلومات أمنية نشرة زميل جوني منير في مقاله على الأثنين الماضي فيما يتعلق بكوماندوس إسرائيلي بمنطقة الجيية وأنه صار فيه حالة تأهب كبيرة في الضاحية نحن بنعرف أنه حزب الله في حالة تأهب يعني سيد نصر الله كان واضح بالخطاب الأخير خصوصا في الفترة الفاصلة يمكن بالأسابيع الأخيرة لترامب لأنه معروف أنه ممكن وترجم ما جرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اغتيالات هلأ هالمرحلة ممكن تحتمل من هذا النوع أمور كثير وحزب الله من الإسرائيلي عم يرصدوا بيعرفوا نحن عم نرصدوا تؤكد هذه المعطيات لا أنه في حالة تأهب أنه صار في هذا الكوماندوس الإسرائيلي بهذه المنطقة تحديدا لا تنفي أنا مش جهة عسكري لا بس أنت اليوم يعني معنيين بشكل مباشر معلومات والمعطيات مش واضح دايماً في حركة على الشط إسرائيل وفي مناطق بيتحرك فيها بس ما عنا معطيات يعني أنا ما بعرف مني نجيب معطيات معقول مقاوم اليوم لا تمتلك مثل هذه المعطيات سلباً أو إجاباً أو نفياً أو تأكيداً أنا إبراهيم الموسى الجائلة هون ما عندي هذه المعطيات يعني إحنا ما عرفنا وأنا بستبعد يكون تصار هذا الشي لأنه بيعرفوا إسرائيلي بيعرف أنه في حضور وفي متابعة كذا أنه بيصير أه بيصير أنا عم بحكي بدائرة الإحتمال أنه الإسرائيلي يقدر يفوت بالليل بقارب بحري بمشعرشو على منطقة يعمل شي بهذه ممكن تصير نحنا ما عنا هالمعطيات بس نصر في حالة تأهب في الضاحية تحديداً لا في تأهب بش بس بالضاحية في تأهب على احتمال العدوان والإسرائيلي بيعرف هذا الشي لأنه نحن نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة لنحية إقدام أو إمكانيات إقدام إسرائيل إسرائيل على عمل عسكري بهذه المرحلة الخاصلة هلأ يعني ما فينا ننفي ونستبعد ولا أرجح ذلك يعني لا نرجح أنه يصير بس دائماً المقاومة لأنه معودين وأريانين وعم نتابع بجهوزية تامة ومفتحين عيوننا كتير منيح وعارفين شو عم بصير وقيادة المقاومة جاهزة وكله مجهز وبيفاجئن إن شاء الله بإذن الله الإسرائيلي ما يفكر أبداً أنه في عيون سهية وملتية موضوع المقاومة يعني أنا بقدر والناس بتعرف مطمني بالله قال السيد عشرات المرات وإدبياتنا السياسية شو ما صار بالداخل وشو ما كان عم بصير بأي محل فيه عم تحكي عن قوة عندها جهوزية كاملة واستعداد دائم لمواجهة أي خطر لمواجهة أي عدوان لمواجهة أي حماقة إسرائيلية وكمان معود المقاومة إنه تعودهم على مفاجآت ما خطرت على بالهم إن شاء الله هني على كل حال وقفين على إجر ونص يعني بانتظار الرد بالتأكيد دعني بدنا نحكي بدك بدنا نحكي عن جاجة أحسان أي كمانا بدنا نواجه له تحيي لحنا مواجه له تحيي كمان لأنه حسان بمثل كل طفل يوم يعني جنوبي نشأ بهيدي الأول شيء أنه الإسرائيلي غاصب وتاني شيء بروح الصمود الموجودة يعني تحيي له لكل أهل ماس لكل أهل جنوب لكل أهل المقاومة السؤال الأخير مشان للأسف في الوقت دحرج علما أنه كان في كثير أسئلة يعني فيما يتعلق بالكثير من الملفات ولكن فيما يتعلق بالمعلومات التي تحدثت أن حزب الله يعمل اليوم على تأميم متطلبات بيئتي الحاضنة لأمرار المرحلة المقبلة بأقل الوجع الممكن أو الخسائر الممكنة صحيح كمان أنه جهزتم مولدات كهرباء جهزتم صيدليات وأدوية ومواد غذائية لا هذه البيئة الحاضنة لا أهلا هو شوفي في محيط في ناس عم تتأثر أنت بتعرفي في شرائح شعبية بهذه الضائقة والأزمة الاقتصادية والمالية وكل العالم عم تحكي هل مجي عم مجي عم مجي عم لاش وأزمة معيشية والناس نهارة العملة والإمكانيات أنه إيه حزب الله ما بيترك مسؤولياته صح وهو عم بيقوم فيه خطة معينة عم تنعمل وبكرة بعدين بتبين المحل معين شو بيقدر شو بيقدر يعمل حزب الله ليمدة لأكبر قدر ممكن من الناس ليستفيدوا يعني اليوم الدولة إذا بدأت تقوم بمهماتها بنرجع على نفس الفكرة الأولى يعني غياب الدولة اليوم فيه إنماء غير متوازن فيه بتفوتي على محل نعرف بتاريخ لبنان بتفوتي على محل كأنك بباريس محل تاني مدروك وسميت أحزمة البقس وبتتذكري من أيام زمان سيدة مش تاكريس لمنطق ومخهوم التقسيم لا أبدا بالتأكيد لأ البعض بيشوفوا بالنحدة المنطلق اليوم ما هو إذا بدك ما هو شو بصير كيف تضمح بصير فيه إضمح لالة الدولة كيف بصير فيه تمرد معروفة من أيام سقرات حكي عن الاستقرار الاجتماعي معروفة عملوا هذا الهرم كلمة الطبقة الوسطى ما أنت كل ما تتركي الناس لما صيرهم يعني معناتها بده يصير فيه غياب للأمن الاجتماع بده يصير العرم تفوت على محلات بده يصير العرم الحكاة إنفجار الاجتماع إنفجار الاجتماع بولد كارثة إنه إذا حزب الله تولى قام بلش يروع على هذه البيئة الفقيرة والبيئة اللي هي قدمت الشهداء والجرحة وكذا بلش من هونيك لا يشتغل على مستوى أعام بعدوان تموز 93 حزب الله ما ميز بين منطقة ومنطقة المنصار وبال2006 ما ميز وبنى الكنيسة مثل ما بنى الجامعة وبنى وبنى كذا نحنا كل شي إمكانياتنا وقدراتنا حطينا بتصرف لبنان والمجتمع اللبناني وكل حدا بالمناطق اللي عم نشتغل فيها يعني نحنا مثلا من الشغلات عم يعملوا صالات ليبيعوا مواد غذائية هالمواد الغذائية إذا إجا حدا إذا إجا حدا إذا إجا حدا عايش بهالمنطقة وهو كذا منقل له لا ما بتشتغل بس منرجع أنه نحنا مش أمام الحلول الجوهرية نحنا جزء ما نحنا بانتظار نحنا أول شي عم نشارك بالحلول الجوهرية عم نكون موجودين من خلال وجودنا بالبرلمان من خلال وجودنا بالحكومة من خلال وجودنا بالجان يعني مثلا بموضوع الدعم من احنا اول ما النادى قلنا ما بدنا ممنوع يوقف الدعم وقلنا بالبداية لاش بد يكونوا 400 سلعة خلينا نروح على ترشيد وترشيق الدعم بس كنتوا بما كانت الحكومة اذا بدك يعني مسمي عليكم هي حكومة رئيس حسان ديال هي حكومة الاكثرية مش الوزير عم بحكي كأطراف كأكثرية اليوم وخلافة واجه الوزير وحط يعني هلأ تذكروها كلهم لستل الجدائي نحن من البداية شوفي ما هي فيه تخبط وفيه غياب لرؤية واضحة وموحدة على ما يبدو مية بالمية وفيه استفادات فيه مداخل وفيه مخارج كتير عمقول انا باللي طرحتي انت انو حزب الله جهة مسئولة مسئولة عن قد ما فيها تكون مسئولة وتقدم دعم وتوفر على هالدولة تقوم اليوم حتقدر الحكومة لما بقول العائلات الاكثر فقرا لما بتوزع بطاقات انو حتقدر تحدد من هي هدي العائلات مش بس تحدد حتقدر تغطي الكل لانو الانهيار لما بيصير وزا رزلة العملي اكتر حيتوسع هامش الفقر وقالوا كان الفقر 25 صار 50 شو بنا عاي سير 75 عم نحكي عن اكتر سير 75 يعني عم تحكي بتصيري انت عم تحكي بمليون عائلة يعني اليوم برأيك هنا عم يحكم بيتان الف برأيك مطلوب دفع لبنان باتجاه هذا الانهيار تخذ هذا القرار بلبنان اليوم مقابل اي ثمن اعداء لبنان من امريكيين واسرائيليين ما عنده المانع يعني خلي يصير الانهيار وهم بركي بركي موجهة كله بدن يحملوا حزب الله المسؤولية صحيح ليه تقليب كل الرأي العام دوتكم اليوم وبيتكم دوتكم نحنا انا يعني فيهن قد ما يشتغلوا هلأ بيتآمروا في مزيد من اللحمة في مزيد من كده ورجعوا قالولون يا عم يروءوا شوي انتوا ما عم يصيبوهم لهون ناس هاودي مربيين بطريقة بيشتغلوا بطريقة بيأكلوا كسرة خبز اليوم بيعملوا بيكفوا انتوا عم الجهات المحسوبة عليكم عم تدمروها وفيه مقالات في اليوم مقال لغسان سعود عم يحكي انه شو عم بصير شو ما عم بصير انا ما عم بتبني بس عم بحكي انه هيدا يتشف لي بس براك تخذ هذا القرار يعني بايحيل للاخر اليوم بهذا الضبط فيه جهات خليني يقول فيه جهات ما عنده مانع يصير فيه انهيار ما عنده مانع تقعد تراقب وليش انه انه الامركاني والغربي محروق قلبه على لبنان طيب ومتى يبدأ تحرك لمواجهة هذا الانهيار هذا اللي عم نشتغل عنه نحن اليوم نحن اليوم نتفرج على دفعنا باتجاه الهوية اليوم بدأ كل القوى السياسية تأتلف وتتوافق على سيغة إنقاذية فيه إمكانية للإنتلاف على سيغة إنقاذية عم بحكي دايما هناك وقت متاح وهناك فرصة متاحة انا مصر انه في فرصة متاحة حزب الله يرى إنه إذا بلد ما نشتغل فينا ستفرجون عن خطتكم الاقتصادية قريبة لا نحن مقدمين رؤينا عم نسيّلها عم نجتمع مع كل العالم عم تجينا عالم تجتمع معنا وعم نقدم الخطوط العريضة والشي اللي لازمين عملك دلتو عدنا بحلقة مقبلة وتالية لنحكي بكل هذه بيسعدني وبيشرفني شكرا لألك أنا بديشتك على تلبيتك الدعوة علما أنه كيفيه كثير من الأسل وكيفيه ملف الدعاوة اللي أقام حزب الله معنى الشي بدي أعتذر من أستاذة أسم أصير وهي البعض شايفة أنه سابقة تحولية إذا بدك بأدبيات الحزب مع حزب لا هو صار في شي كتير كبير نحكي عن تالت أكبر انفجار بالعالم بتاريخ الكرة الأرضية والبشرية بعد هيروشيما بهاي اللحظة بلحظة أنه في ميتين واربع جثة موجودين شهدة لبنانيين موجودين وبلحظة أنه في خمس تلاف جريح وبلحظة في عشرات بالمئات المفقودين يجي تطلع جهات سياسية مسؤولة ووراها ناس بهاللحظة تقول أن حزب الله فجر وعمل معناته هيدا تحريض على الفتنة وقتل لنا خليه تتلمنا من الجراح الشي اللي صار مش قليل ما أمتي بتوزنيه وتقايمه وتشوف أنه مدى نضلع عم نسمع اتهامات واتهامات من هيدا العيار وبهاللحظة اللي كان ممكن يتروح على فتنة أهلية وعلى تخريب الأمن شفناه مع تهمتم بي إذا بدك قتل رئيس الشهيد رفيق الحرير بس شو كان تتذكر لحظة لا رحنا يومتا إذا بتتذكر كيف من قبل الألفان وستة وشو صار العدوان عمل شو عمل سماحت الأمين العام عرض حاله للخطر بعد الألفان وصار يبرم من محل لمحل ويشتر يروحنا لعند عائلة الرئيس وكنا أول ناس قال لهم يا خي خليكم في محكمة عربية في حدا عم يشتغل فينا وبيضم بعضنا وبغيره وشفنا هيدا خلصت نحن معترفنا بالمحكمة بس شو قدمت كله هزيل فاضي بس هيدا تحول بسلوكيات حزب الله في المرحلة المحبلة كل جهة سياسية لها الحق في أن تقرأ وتقيم كيف تتعطى مع كل المرحلة وشو بدا تعمل هيدا بهذا المعنى نحن طلع معنى أنه حقنا لا ما بيكفي ما بيصير أنه في جهات مسئولة وسياسية ترجع تتوجه أصابع اتهام بلحظة خطيرة ممكن تعمل انفجار طويل عريض وفتنة لا ما منسكت عليها وهذا اللي صار ومستمرين بالدعاوة لأنه بالبداية كما عم نحطي أكيد يعني بعد فيه نحن أمام كمانا يعني إلى مزيد شكرا لألك سيد إبراهيم الموسى وعضو كتلة الوفاء المقاومة أهلا وسهلا بك وتحية للزميل قاسم قصير زميلنا سابقا احنا بدنا نتحن وصديقنا يعني في بعد الفاصل مشاهدينا نستقبل الصحافي قاسم قصير